مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا باخر وعلى خير مرحبا بكم فيديو جديد هذه غريبة ديال العسل سمحوا يا ماذا سمعكم طريقة تحضير نظرا لذاق الوقت ونقول لكم ده با طريقة كيفاش المقادير وطريقة تحضير بالنسبة للمقادير عندنا كيلو ديال دقيق بالنسبة للدقيق ما كيدخلش كامل ما مخصاش جي تقيرة مويمة لحسب الخالط واليوج كانوا ي بنصل السانيدة الجوج كانقوا يزيد اen مسجرين معلق الكبار من بيكاربونات السوديوم ا가득 معلق صغر من بيكاربونات السوديوم وعندنا كدلك أربعات المعلق ديال العسل الكبار من دوما كان flipέق من عسل وكانزيدوهم في الخالط وعندنا كدلك ربعات ديال البيضات إذا كانوا البيضات الكبار سوف نضع ثلاثة و نجمع المكونات كاملين و نقوم نقطعهم دوائر نضع البيض و ساندة و نخلطوه معها الزيت و نحرقوه مزيان و نخلطوه مزيان بيدنا و بعد ما خلطنا البيض و ساندة نخلطوه مزيان بيدنا و نضيفه لها الزيت و نضيفه العسل و بيكاربونات صوديوم و من بعد نضيفه لهم طريق كما قلت لكم لا نضيفه كامل على حسب الخالط نضيفه شوية بشوية تجمع لنا الخالط ما يكونش قاسح و نقطعهم كويرات صغار و ندهنهم بالبيض من فوق و نضيفهم من الأسفل و من بعد نضيفهم من الأعلى و هو الشكل النهائي ديال الغريبة ديال العسل سهلة ديال سهلة تحضير و كجيل ديدة كنخدموه لكم بصحة و راحة نتمنى تجربوها و دخلونا للتعليق ديالكم و مرة أخرى ان شاء الله غادي نضيف معكم الفيديو ديال طريقة تحضير يكون من الأول تلاخر لا تنسوش ديرنا لايك تابعونا في قناة مع تفعي الجرس بش وصلكم جديد ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر